أهم من الجمال الخارجي الجمال الداخلي علشان كده نبتدي الأول من جوانا ومن نفسنا نبتدي بجمالنا الداخلي وبعد كده بقى جمالنا الداخلي ده هينعكس أصلا علينا من برق وهنبقى حلوين من جوه ومن برق خليكي عارفة إنك جميلة جميلة بكل عيوبك أنت جميلة ومثالية بالنمش اللي في وشك بلون بشرتك الغامق بكل حاجة فيكي ربنا جميل يحب الجمال ومبيخلقش حاجة وحشة الصانع ده بيخلق كل حاجة جميلة في الدنيا علشان كده حبي نفسك زي ما هي فأنت جميلة وكل العيوب اللي انت شايفها في نفسك دي هي مميزات بتحليكي أكتر وبتميزك كمان أي عيب ممكن نكون شايفينه في جسمنا أو في شكلنا ممكن ناس كتير تانية تكون شايفة نديميزة فينا واحنا اللي مش واغدين بننا فيه ناس ممكن تكون بتستناننا بس صورة علشان تتأمل ملامحنا فيه ناس بتدفع ملايين كتير جدا عشان بس توصل لشكل جسمنا فنحب نفسنا بكل اللي فيها وبكل عيوبها وبلاش كمان نقول عليها عيوب علشان هي ما بتبقاش عيوب ولا أي حاجة احنا بس اللي بنبقى شايفين ان هي عيوب كمان عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا لما بيجي لأي واحدة مثلا عريس بيجي مثلا وبيبقى عارف ان انت مثلا تخينة أو رفيعة أو بيضة أو صمرة أو أي حاجة من كل الحاجات دي فلما يجي لي واحد يقول لي بصي هو انت عجباني وكل حاجة بس انا عايزك تخصي شوي ده ما ينفعش نكمل معاه أبدا أبدا والله انت عايز واحدة تخينة تروح لوحدة تخين عايز واحدة رفيعة تروح لوحدة رفيعة عايز واحدة طويلة تروح لوحدة طويلة والعكس لكن ما روحش لوحدة رفيعة وقول لها انا عايزك تتخني ولا روح لوحدة تخينة وقول لها انا عايزك تخصي أبدا ده بعد كده بقى بعد الجواز والحمل والخلفة هيكرهني في نفسي وفي حياتي ما انا أكيد ما فيش بنا آدم هيفضل بعد الخلفة جسمه مش هيبوز شوية جسمه مش هيضغير شوية فهيفضل يكرهني في نفسي فعلى ايه ابعدوا ابعدوا ان اي حد بيديكوا طاقة سلبية اي حد بيديكوا احباط قربوا دايما من الناس خليكوا ناس ذكية في اختياركو قربوا من الناس اللي تديكوا طاقة ايجابية الناس اللي تحسسكوا بقيمتكو وانت اهم من كل ده انتوا اعرفوا قيمة نفسكو عشان اللي حواليكو يعرف قيمتكو انتوا حلوين وغليين وتستهلوا كل حاجة حلوة في الدنيا ما تقبلوش بقلم اللي تستهلوه قدروا اللي يقدركم حبوا اللي يحبوكو خليكوا ماشيين مع اللي يستهلكوا اللي يستهلكوا بس اي حد بيصدر لنا ازأ او اي وجع باي شكل طلعوه من حياتكو اعملوله بلوك والبلوك مش ان انا اعمل بلوكة على ابلكيشن لان ده ما فيش اسهل منه البلوكة الحقيقي ان انا اعمل له بلوكة من قلبي ومن عقلي ومن حياتي كلها اطلعوا برا حياتي ما بقاش شايفاه الغرض من اي علاقة في حياتنا سواء علاقة اب ببنته ام ببنتها اخت باختها صديقة وصديقتها زوج وزوجة اي علاقة موجودة في الدنيا غرضها هو السعادة فلو العلاقة مبتديني السعادة مبتديني ازع مبتديني احباط يبقى على ايه يبقى الليتها احسن مش عايزينها مش محتاجينها ما تستنوش حد يفرحكم ما تستنوش حد يمدحكم ما تستنوش هدية ما تستنوش عريس ما تستنوش شغلانة ما تستنوش اي حاجة لان الانتظار مميت اتفضلوا طول حياتكو وعايشين في دوام طول الانتظار لحد ما عمركو يتسر مش هتعرفوا تستمتعوا بحياتكو علشان ايه انا حب نفسي ادلع نفسي اقول لنفسي كلام حلو ايه اللي فيها يعني اجيب لنفسي هدايا بدلا ما بكون بجيب لحد غريب هدايا انا اقول بيها اجيب لنفسي هدايا